ولا يفوتنا أن نذكر البحوث الطريفة التي أجريت للوقوف على الموضوعات التي يتناولها الرجال والنساء في محادثاتهم في الأندية والحفلات والشوارع وغيرها من الأباكن العامة وكان تشجيل الأحاديث يجري بدون علم المتحدثين فوجد أن الموضوعات الأكثر تداولا على ألسنة الرجال هي المسائل المالية والأشغال والأعمال التجارية والألعاب الرياضية تحين أن النساء يتناولن في أحاديثهن غيرهن من النساء وبوشي عام الأشخاص دون الأشياء فيما عدا اهتمام المرأة المعروف بكل ما يتصد بالأزياء والملبس ونختتم هذه الفقرة بالإشارة إلى موقف كل من الرجل والمرأة من القيم الحضارية الكبرى وتناول أحد البحوث القيم الستة الآتية القيم النظرية العلمية الاقتصادية الفنية الاجتماعية السياسية والدينية وأصفرت نتائج هذا البحث على أن المرأة أكثر استجابة من الرجل للقيم الفنية والاجتماعية والدينية في مقابل القيم النظرية والاقتصادية والسياسية وهذه النتائج مؤيدة لما سبق أن وضحناه كما أنه لوحد أن عامل المهنة مهم جدا فهو كما قلنا من عوامل التقريب بين الجنسين وكثيرا ما يكون أثره أقوى من أثر الفروق الجنسية القائمة على الفطرة والطبيعة ولكن من حقنا أن نطرح السؤال الآتي ألا يتم هذا التقارب بين الجنسين بتأثير المهنة الواحدة على حساب سعادة المرأة واتزانها الانفعالي؟ الميول والاتجاهات من مظاهر الشخصية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالسدوك الانفعالي والاجتماعي الاتجاهات العاطفية نحو الأشياء والأعمال والأشخاص أي ما يحب المرء وما يكره وما يجذب اهتمامه وعلى العكس ما لا يثير الاهتمام بل ما يحدث ابتعادا ونفورا ولا شك في أن التربية التي يتلقاها الطفل في مجتمعه الخاص والأمثلة التي تثير ميله إلى التقاليد والمحاكاة من أهم العوامل التي تخلق هذه الاتجاهات التي تميز فرضا عن غيره من الأفراد ومن الواضح أن هناك بعض الاتجاهات التي تميز بين الجنسين ولمعظم هذه الاتجاهات المختلفة أساس في الفروق الجنسية غير أن الأوضاع الاجتماعية والتقاليد والآراء السائدة تعمل على تنمية هذه الاتجاهات وتثبيتها ويجب أن نشير في بدء هذا الحديث إلى أن معظم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع أجريت في الولايات المتحدة وقيمة هذه الدراسات لا تتجاوز البيئة الأمريكية أو الغربية بوجه العام وقد يجوز تطبيقها في محيطنا الشرقي بقدر أوجه الشبه القائمة بينه وبين المحيط الغربي وبقدر اشتراك أفراد الجنس البشري في طبيعة أصلية واحدة تمتد حدودها إلى العوامل البيولوجية التي تميز بين الذكور والإيناء تناولت هذه الدراسات ميول الأطفال من الجنسين في مياذين شتى من النشاط كاللعب والرسم التلقائي واختبار موضوعات الإنشاء والأدب والحديث والهوايات والقراءات وأفلام السينما وبرامج الراديو واختيار المهن والأهداف والمثل العليا وقد أدت هذه الدراسات إلى إبراز فروق دات دلالة إحصائية بين الجنسين ومما هو جدير بالذكر أن هذه البحوث لم تأتي في الغالب بنتائج جديدة كل الجدة بل أيدت الآراء الشائعة التي تتلخص فيها الخبرة اليومية والمعلومات التي يجنيها الإنسان من ممارسته للحياة لنأخذ مثلا الألعاب المفضلة لدى جنس دون الآخر نجد أن البنين يميلون إلى الألعاب التي تتطلب بذل الجهد والنشاط والتي تقتضي القوة والمهارة العضلية خاصة في الألعاب المنظمة التي تقوم على المنافسة ككرة القدم والملاكمة والمصارعة والألعاب الميكانيكية والصيد والتجديف أما ألعاب البنات فهي أميل إلى الهدوء وإلى محاكاة الأعمال المنزلية والمدرسية كما نوحد في رياض الأطفال أن البنين يميلون إلى اللعب بمواد البناء في حين أن الرسمة وصنع التماثيل بالبلاسين من الألعاب المحببة لدى البنات وهناك بلا شك طائفة من الألعاب مشتركة بين الجنسين وقد وجد أن أكبر نسبة للفروق بين الجنسين تقع في الفترة بين السن الثامن والحادية عشر وبعد هذه السن يأخذ التشابه يزداد مع تقدم السن غير أنه نوحد أن ألعاب البنين أكثر تنوعا من ألعاب البنات وقبل الانتهاء من الحديث عن الألعاب نود أن نذكر بعض النتائج الطريفة عن نوع من النشاط يجمع بين اللعب والجد وهو الاهتمام بالمجموعات فالبنات يمن إلى جمع الصور وقطع الأقمش أكثر من البنين أما البنين فيميلون أكثر إلى جمع طوابع البريد وقطع الأحجار والصخور والفروق واضح أيضا فيما يختص باختيار كتب القراءة فالكتب التي تستهوي البنين هي التي تصور المغامرات العنيفة والرحلات والاستكشافات والأخبار العلمية وتراجم الأبطال من الرجال أما البنات فيمن إلى قراءة قصص الحب والغرام والمغامرات اللطيفة التي يكون أبطالها من الأطفال وتراجم المشهورات من النساء وبوجه عام الكتب التي تصف ألوان النشاط النسائي المختلفة وهذه الاختلافات في الميل نحو بعض الموضوعات موجودة أيضا فيما يختص بالروايات السينمائية وبرامج الراديو وكذلك في برامج الدراسة فالبنين أميل إلى دراسة العلوم والرياضيات والتاريخ والبنات إلى دراسة اللغات والمواد التجارية والموضوعات الدينية غير أن هذا الاختلاف في الميل نحو المواد الدراسية ليس ثابتا بالسمرار فقد يتغير بتأثير شخصية المدرس ومنهجه ننتقل الآن إلى اختبار الجنسين في مجال العمل والمهنة وقد أدت البحوث إلى أن البنين يؤثرون الأعمال التي تقتضي درجة أكبر من المسؤولية والتي تتضمن درجة أكبر من المخاطر والمشقة بشرط أن يعوذ ذلك أجر مرتفع كما يؤثرون وضع الخطط بدلا من تنفيذ خطة يضعها الآخرون وأن يكون قادة بدلا من أن يكون تابعين لغيرهم والبنات بوجه عام على العكس من البنين وقد لوحد أن اهتمامهن بالأشخاص أكبر من اهتمامهن بالأشياء ولذلك نجد النساء ينجحن أكثر من الرجال في المؤسسات الاجتماعية التي ترعى المرضى والفقراء وتعتني خاصة بحالتهم المعنوية ولا يفوتنا أن نذكر البحوث الطريفة التي أجريت للوقوف على الموضوعات التي يتناولها الرجال والنساء في محادثاتهم في الأندية والحفلات والشوارع وغيرها من الأباكن العامة وكان تشجيل الأحاديث يجري بدون علم المتحدثين فوجد أن الموضوعات الأكثر تداولا على ألسنة الرجال هي المسائل المالية والأشغال والأعمال التجارية والألعاب الرياضية تحين أن النساء يتناولن في أحاديثهن غيرهن من النساء وبوش عام الأشخاص دون الأشياء فيما عدا اهتمام المرأة المعروف بكل ما يتصد بالأزياء والملبس غير أن هناك عاملا هاما يقرب بين الجنسين من حيث موضوعات الحديث واختيار موضوعات القراءة في المجلات والصحف وهو عامل الاشتراك في مهنة واحدة كالطب أو المحاماة فقد وجد أن الاختلافات بين الجنسين في هذه الحالة أقل من الاختلافات الموجودة بين أفراد الجنس الواحد مما يشير إلى أطر البيئة والمهنة في توحيد الاتجاهات بين الجنسين ويلاحظ في بعض الاختبارات التي أجريت على البنين والبنات لمعرفة ميولهم المهنية أنهم متأثرون إلى حد كبير بما يعتقده المجتمع ويأخذ به في تقسيم المهن والأعمال بين الرجال والنساء غير أن هذا لا ينفي أطر بعض القدرات والميول الفطرية التي توجه جنسا في اتجاه ما بطريقة واضحة فالمرأة بوجه عام تؤثر الأعمال التي تسمح بها بإبراز قدرتها اللغوية وإرضاء نزعتها الاجتماعية إلى العناية بالأشخاص أكثر من عنايتها بالأشياء ونختتم هذه الفقرة بالإشارة إلى موقف كل من الرجل والمرأة من القيم الحضارية الكبرى وتناول أحد البحوث القيم الستة الآتية القيم النظرية العلمية الاقتصادية الفنية الاجتماعية السياسية والدينية وأصفرت نتائج هذا البحث على أن المرأة أكثر استجابة من الرجل للقيم الفنية والاجتماعية والدينية في مقابل القيم النظرية والاقتصادية والسياسية وهذه النتائج مؤيدة لما سبق أن وضحناه كما أنه نوحد أن عامل المهنة مهم جدا فهو كما قلنا من عوامل التقريب بين الجنسين وكثيرا ما يكون أثره أقوى من أثر الفروق الجنسية القائمة على الفطرة والطبيعة ولكن من حقنا أن نضرح السؤال الآتي ألا يتم هذا التقارب بين الجنسين بتأثير المهنة الواحدة على حساب سعادة المرأة واتزانها الانفعال؟